طيب. شفت السيزة دي عشان عمفيتم بحضر حقاек ده و هو. فاختمنهم ده نقسم. من اسم الاربع دهاي نصا. نص الاولاني قصة اشرف ده. لا ده استرى ده اللي هو له او لايه. تر ر الر جدل Southern تركيش نفز ده. على طبق. فقصة اشرف ده. اشرف ده تم معرضه عن نادي الاهلي وكان واحد من جم من ثلاثة العجلة. مدافع المدفع المغربي الدولي الرجل اللي لعاب وليعب ثلاثة وربع كاس عالم وراجل راجل ممتاز موسم الأكير مكانش موفق لأشرف داري الراجل بيلعب في ستاد بريست طلع إعارة لشارل رواه رجع تاني ستاد بريست في لفة كده سايكل الأهلي كان بيستهدف العيب تاني خالص في بداية في بداية المركات ومنتصر طالبي الدوري التونسي وبعدين لما راحوا علشان خاطر يتكلم منتصر طالبي لأرقام كبيرة جدا وبيلعب في نادي لوريان نادي أستاد بريست عايز اللي بيلعب فيه أشرف داري عايز منتصر طالبي سايكل حسين الراجل اللي هو وكيل منتصر طالبي هو الوسيط بقى في القصة دي فمنتصر طالبي يمشي من لوريان يتحرك لأستاد بريست يبقى موضوع سهل جدا بالنسبة لأشرف داري دي التفصيلة الأولانية التفصيلة التانية أنه أشرف داري اتنقل من الوداد لأستاد بريست ب 2.6 مليون دولار أستاد بريست عايز نفس الفلوس اللي دفعها الرقم ده بعيد جدا عن الأهلي فالناس اللي بتتكلم على إنه الديل خلص؟ لأ ما فيش ديل خلص إيه اللي خلص؟ اللعيب بيرغب بشدة في الانتقال للنادي الأهلي وأبدأ موافقته مباشرة هو ووالده وكيلو التلاتة بلقوا النادي الأهلي بموافقتهم ورغبتهم في الانتقال للنادي الأهلي ومش يبقى فيه اختلافات على الشروط المالية بتاعة اللعب خالص فاللاعب شبه متفق مع النادي الأهلي فحط القصة دي على جمع القصة كلها دلوقتي لو أستاذ بريست فضل مصابم على الرقم ما فيش أشرف داري لكن اللي عندي من وكيل اللاعب إنه أستاذ بريست هيقبل برقم أقل من كده بكتير والعرض الشافهي اللي ندي الأهلي يقدمه لأستاذ بريست هو إعارة بنية البيع عارف القصة بتاعيها على طيات الله نفس الشروط المالية بالزبط تعتيها على طيات الله